السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله حصري هذا ما ينتظر سعد المجرد بعد اعتقالها شاهد التفاصيل اكد مصدر مطلع لإحدى القنوات الالكترونية يومي الاثنين نقلا عن مصدر قضائي فرنسي ان الفنان المغربي سعد المجرد وفي حالة ما تأكدت التهم الموجهة اليها فان مصيره سيكون السجن ولن تمنح له فرصة اخرى للحصول على الصراح المؤقت واضح المصدر ذاته ان المواطيات التي سيكشف عن المدعي العام يوم غد التلتاء قد لا تكون في صالح المجرد وفي حال تأكدت التهم الموجهة اليها فان السلطات ستقوم بمتابعته في حالة اعتقال وسيتم وضعه في البداية بالسجن القريب من منطقة سانت روبي او الى السجن الاخر الى غاية النطق بالحكم في القضيتين معا وابرز ذات المصدر ان الحل الوحيد الذي يمكن لمحامي موريتي اللجوء اليه في حال تبوت التهم الموجهة للمجرد هو المطالبة باخداء هذا الاخير للخبرة التبية والحصول على شهادة قبضية تؤكد امكانية قضائه للعقوبة السجنية باهدى المستشفى اعتقلت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الاحد السادس العشرون غشت الجاري الفنان المغربي سعد المجرد وذلك في مدينة سانت خوتي الفرنسية ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة فقد تم اعتقال المجرد لأسباب مجهولة مستبعدة أن تكون لهذا الاعتقال علاقة بقضية الاقتصاب باستعمال العنف في حق الشابة الفرنسية لورا بريول وكان المجرد قد حل مؤخرا بالمغرب من أجل قضاء عيد الأبحار وفقة أسرته قبل أن يعود للديار الفرنسية وفي تطور مثير لقضية اعتقال الفنان المغربي سهر المجرد كشفت معطيات جديدة حصلت عليها جريدة أشكين أن هذا الأخير متورط مرة أخرى في قضية اقتصاب جنسي بفرنسا ووفقا لذات المعطيات فإن المجرد قد أمضى ليلة صاخبة بمنطقة سانت خوبي رفقة عدد من أصدقائه قبل أن يقوم باستدراج فتاة شابة ويحاول التودد والتقرب إليها فتحول الأمر إلى اعتلاء جنسي وأمام هذا الموقف هربت الفتاة من قبضة المجرد متوجهة صوب مقر الأمن الذي حلت عناصره بعين المكان فاعتقلته واقتادته للتحقيق معه في المنسوب إليه كما شهد الفندق الذي كان مصرحا للواقع استدفارا كبيرا بعد أن حلت به العناصر الأمنية التي تحاول استجماع كافة المعطيات المتعلقة باتهام المجرد بالاغتصاب من جهتها لا زالت حائلة المجرد تحاول الاتصال به وبمحاميه من أجل تجميع مزيد من المعطيات حول هذه الواقعة التي تنضاف إلى سلسلة الاتهامات بالاغتصاب المنسوبة للمجرد وأبرزها القضية التي يتابع فيها بسبب الشكاية التي تقدمت بها الفرنسية لربعون لربعون ترجمة نانسي قنقر